السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إخواء الكرام أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير وسلام صحة وعافية ولا تنسوا الاشتراك في القناة بارك الله فيكم وأيضا إذا أردتم التواصل معنا عبر الفيسبوك يمكنك النقر على أيقونة الفيسبوك ويتم نقلك إلى صفحتنا إن شاء الله اليوم إن شاء الله سوف يكون درسنا تحذير ونصيحة لكل من أراد أن يشتري حساب أدسنس عند أي شخص لا شك أنك أنت أو غيرك يريد حساب أدسنس لكسب ألمان من شركة الأدسنس ولكن تكون هناك بعض الضغوطات ربما لم يتم قبولك لأسباب لا تعرفها إلا شركة الأدسنس وأنت تريد الربح من الأدسنس وتريد شراء بسعر مناسب فطبعا هناك أناس صادقين وهناك لصوص إلى آخرين المهم على أي تشتري حساب أدسنس من أي شخص مثلا نحن أيضا نبيع حسابات أدسنس موثوقة وحين تقوم بشراء هذا الحساب يجب عليك التنبيه إلى نقطة مهمة جدا سوف تسبب لك خسائر يعني لا حوله ولا قوته إلا بالله حين تشتري أي حساب أخي الكريم لا تشتري حساب ويتم إضافتك كمشرف فحين يتم إضافتك كمسؤل في الأدسنس طبعا تتحكم في حسابك جيد ولكن لن تستطيع أن تتحكم في نقطة واحدة وهذه النقطة هي أهم شيء وهي التي تشتغل عليها لمدة طويلة وهي سبب يعني سببا في إنشاء المدونة وسببا في شرائك للأدسنس وهي المال وهي الدفعات إذا لم تكن لك أو لم يكن لك حساب الجميل الأول الذي تم إنشاء به حساب أدسنس فلن يتم تغيير عنوان الخاص بالدفعات يعني تتطر إلى الاتصال أو التواصل عبر المواقع الاجتماعية مع صاحب الحساب للدخول وتغيير العنوان إلى بلدك أو يعني إلى المدينة الخاصة بك فهنا يجب عليك أن تشتري الحساب كاملا يعني الجميل الخاص به تشتريه كاملا تمام يعني تقول له أريد أن أشتري أدسنس نعم ثم بعد ذلك تخبره أريد أن أشتريه بحسابك بالجميل الذي تم تأسيس به هذا الحساب لا تضيفني مسؤول أريد الجميل كامل أشتري منك الجميل كامل وهذه النقطة يعني التنبيه إليه برك الله فيكم لأن العديد العديد يشتك من هذا المشكل ونسأل الله العافية ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته